هو مين كان السبب في ان خبر وفاة الشيخ الشعراوي ينتشر وهو لسه ممتش والحركة دي تفتكر كانت معمولة عن قصد ولا كانت غلطة مش اكتر وايه السرف انها تحصل اصلا تعالوا نعرف الحكاية بدأت ازاي في يوم من الايام الشيخ الشعراوي لقى في ناس كتير بتحاول تكلمه وبتسأله هل انت كويس ولا لأ مكلمات من اهله وصحابه وما عارفه وفي ناس كبت تروح له البيت من غير معاد لمجرد بس انهم عاوزين يتطمنوا عليه الشيخ وقتها استغرب وما كانش فاهم هو فيه بالضبط اللي بيحصل لكن لما فتح الجورنال لقى خبر وفاته مكتوب بالبنط العريض وصحفي شابه ونشر خبر وفاة الشيخ الشعراوي قبل وفاته وقتها الشعراوي فهمه استوعب اللي بيحصل حواليه والليه الناس مهتمة بالسؤال عنه من بدر كده بس تفتكروا الشيخ الشعراوي عمل ايه في الصحفي ده ده اللي هنعرفه النهاردة اللي حكى الحكاية دي هو ايمن الحكيم في مقال كتبه ونشر في قصة خبر وفاة الشعراوي اللي اتكتبت وهو للسحيين يرزق وبيقول ايمن الحكيم في مقاله ان عمره وقتها في العمل في الصحافة كان شهور وكان استاذه في الوقت ده رجاء النقاش اللي اختاره عشان يشتغل معه في جريدة سعودية هو بيدير مكتبها في القاهرة وفي يوم من الايام استدعاه رجاء النقاش الصبح بدري وقال له ان في حالة طورق هتحصل لانه وصل له تليفون ان الشيخ الشعراوي بقى في زمة الله وفضلوا يجهزوا ملفه كبير وقتها يلقي بالشيخ الشعراوي وبتاريخ واخد من اهم الشيوخ في القرن العشرين وقبل ما يبعتوه في فاكس المقر الجريدة في الدمام طلب منه رجاء النقاش انه يحط اسمه على الملف ايمان الحكيم سمع الكلام وبعت الملف وهو عليه اسمه وروح بيته وتاني يوم ريح الشغل زي ما هو متعود لا الساعي بيبصله وهو الانه متوتر وبيقوله الدوان الملكي في السعودية اتصل وسأل عليك بالاسم والدنيا مقلوب عليك الساعي ما كانش بيبالغ ولا بيهول ان الدنيا كانت مقلوبة فعلا لان الجريدة نزلت الخبر في طبعتها الاولى واكتشفوا بعد كده ان الشيخ الشعراوي عايش وممتش والكل بيدور على الشخص اللي كتب الخبر ده بس رجاء ان اشكان كله همه في الحكاية دي انهم يوصلوا للشيخ الشعراوي بأي طريقة ويكلموه عشان يطيبوا خطره وعشان كمان يعتزروا عن اللي تكتب والله اكيد دايقه وكان ايمان الحكيم هو كمان عاوز يصلح موقفه لانه هو المتهم البريء في الحكاية دي فاتفقوا كلهم في الجريدة ان ايمان اللي يكلمو وبالفعل اتصل به واول ما عرفوا بنفسه الشعراوي رد عليه وقال له هو انت يبني مستعجل علي لي على العموم رغم ان انا زعلان الى انك نفس الوقت مبسوط من بروفة موتي لانه عرفت قدري في قلوب الناس الغريب بقى ان الشيخ الشعراوي مات في يوليو سنة 1998 بعدما الوقاعة دي حصلت بكم شهر بس وكانت جنازته واحدة من اكبر الجنازات اللي حصلت في طاريخ مصر على مر العصور اشتركوا في القناة